بكل قطاعات وبركة شفنا بالأوين الأخيرة الكثير عم يتبرع وين راحت هالمليارات وصلت للمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة أولاً بشكرك على السؤال أنه سؤال بالصميم للأنون والضوابط لضمان أولاً أن توصل هاي الأموال اللي عم تعلن على وسائل الإعلام إلى المستشفيات الحكومية أو الجهات المتطوعة أو بعض المؤسسات المتصلي بالأحمر اللبناني بس أنا ما يعنيني بيعنيني المستشفيات الحكومية حتى تاريخه ما وصلني ولا طلب لأنه وقق القانون أي مستشفى حكومي بدوا يقبل هبة اللي كانت مادية أو عينية لازم يتقدم بطلب لوزير الصحة العامة ليسمح له بقبول هبة حتى تاريخه ما ما تقدم لي بعد ولا كتاب قد يكون أنه عم يجهزوا يعملوا فيه يعني هون مشكورين المتبرعين والمتطوعين ولكن ما يعنينا كمان أنه نحن نكون ضمانة لهاي الهبات أن توصل للمؤسسات استشفائية وفق حاجياتها المشخصة من اللجنة المتابعة من وزار الصحة العامة في أحد المستشفى بالأمس أرر رئيس المستشفى أو مدير المستشفى إغلاقه وهي مستشفى بشري الحكومي لوجود حالة كورونا هل الأمر ما بيثير الهلع والخوف بمنطقة كاملة هل يحق لمدير مستشفى المسكرة؟ هي وفق القانون أكيد ما بيجوز أن يأخذ هذه الإجراءة لأنه ما بيسمح لأي مدير أو رئيس مجلس إدارة لمستشفى حكومي أن تخص هذا القرار دون الرجوع لوزارة الصحة العامة والدوائر المختصة وهذا الموضوع قيد التدقيق اليوم بأعتقد صار في اتصال مع المدير المستشفى ليشرح الوضع ويشرح الواقع وليش أخذ هذه الإجراء بس الأكيد الإجراء غير قانوني ولا يجوز لاتخاذه وعلى أن لا يتكرر لأنه بس يكون نحن عنا في حالي مش بالضروري هاي الحالي تكون تؤدي إلى تسكير المستشفى نعمل تعييم منهار نعمل فخصات لكل المخالطين مع هاي الحالي ولكن مش منسكر المستشفى وبيب المستشفى نحن بخططنا المسجرية الحكومية يجب أن تتصدق له سيد الواقع ليس الهروب من أي حالي مشخصة أو مشتبهة بإصابة باب دي أسألك كم سؤال صغير قبل ما أسألك أسئلة الناس لأنه الناس عن جد حملتنا أسئلة كتير مستشفى رفيق الحريري أديش بعد قادرة تستوعب تقريبا في شمية وعشرين مريد باعتقد هني المسجرين بعد عنده قدرة ثلاثين أربعين سرير ولكن ممكن حسب خططنا أن تفرغ كامل المستشفى ليصير العدد الأقصى الإجمالي ثلاثمائة سرير وبالتالي عندنا بعض قدرة استيعابية وبنفس الوقت تجهيز المستشفيات بمراكز الأقضية والمحافظات بلش يعني بالبوار الحكومة مبارحة بعلبك الحكومة أولة مبارحة بهاليومين عندنا نهارة ثانية لحكومة عندنا مؤتمر صحفي نعلن عن استعدادات المرحلة الأولى للمستشفيات بكافة الأقضية والمحافظات لتخفيف الضغط عن مستشفى رفيق الحرير الجامعي وبعض المستشفيات منها مشكورين بعض البلديات ورجال الأعمال والجمعيات لقدموا أجهزة للPCR للتشخيص كمان نخافف عنه التنقل والانتقال للمريض المشتبه من الأطراف إلى العاصمة معاليك أكيد في تعاون ومنظمة الصحة العالمية تواكب وهي عم بترائب أو عم بتواكب عملكم بالوزارة هل هناك من طلبات معينة لزيادة الإجراءات أم منظمة الصحة شايفي أنه لبنان آين بالإجراءات المخلوبة منه وأكتر منظمة الصحة العالمية عم بتسني على الإجراءات والتدابير اللي عم تأخذها وزارة الصحة إن كان لنحية تقييم الأداء على الأرض أو لبعض الأرارات اللي شكلت علامات استفهام ببداية مواجهتنا للأزمة مثلا أنه تعطيل المدارس معالي وزير التربية والتعليم العالي زميننا الدكتور طالق المزوب والأرارة المشتركة لاتخذنا بأغفال المدارس سريعا عندما تسجلت الحالات الأولى حتى قبل أعلان حالة التعبير العامي مضبوط والهي حقيقة لأثناء دولي لأنه مضبوط إجراء كان مبكر ولكن كان هادف وهو بأعتقد هاد من الأرارات الصوابية لاتخاذ الأرار والبوقت المحدد هاي من أهم العوامل اللي خلت المشهد ببعض الدول الأوروبية أن لا يتكرر في البيئة لبناني بدنا نسألك هيك أسئلة صغيرة إذا بدك تجاوب علينا بسرعة حسب وقتك حسب وقت حضرتك الناس عم تسأل قديش بدنا نتحمل بعض هالوضع يعني منطقي منطقيا وتأديريا ثلاث أسابيع قديش إلى شهرين بس ثلاث أسابيع هاي التعبئة العامي هو لأطنعش الشهر يمكن جاء يتمدد أسبوع بيكون هومر وطو سايفل للفيروس بس لازم يكون الفيروس بلش ينزل ممكن أو مصال لبلتو سقف سيبت أو ممكن يصير بعد الأسبوع اللي قلت أنا عنه بيصير فيه تدني تدريجي لتسجيل قديش قدرتنا نتحمل مجتمعنا اللي عم يسألونا هايك الناس اللي عم يسألونا هايك هني مسؤولين معنا قديش بينضبطوا بالبيت قديش نحن تقصر قديش قدرانين نتحمل قديش مستوى تحملنا الأقصى وزارة اجتماعية مشكور مع الوزير كنا هلأ بزيارته لمواكبة الأمور الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية اللي أطلقها دولة رئيس الحكومة البارحة واللجنة المختصة لأنه إذا بدأت طول الأزمة بدنا مساعدات نعرف وضع اتصادي ضاغط نعرف أنه في عائلات فقيرة 40% من عائلة لبنانية ترزح تحت الفقر بالأونة الأخيرة لأنه كل السيناريوهات المحتملة بدأ سياسات مواجهة موثقة ومعتمدة يعني مجتمعنا بدوا يصبر هاي الأزمة بدوا يلتزم مظبوط بدأ التزام بدأ حكمة بدأ صبر وبدأ بصيرة طب حضرتك اشتهرت بجملتك لداعي للهلع هل الآن أحد الأشخاص يسأل هل هناك داعي للهلع هل لا الآن ولا لا أنا شرحت لاحقا شمالت الهلع الهلع هو أنه نحن نوصل بالخوف إلى درجة فقدان العقل والصواب وهذا مش مطلوب الهلع هو الهستيري اللي بيخليني أنا ما أعرف ملبك شو بدي أعمل هيد بيضعفنا مناعتنا بيضعفنا رؤيتنا وبيأثر على التزامنا 50% من جهازنا المناعي مبني على المعنويات على الإيجابية على الإيجابية فأذن أنا ما بدي أهلع ولكن ما بدي أستهتر إذا أنا بدي التزام بالإرشادات وكون أنا الخط الحمي الأول عن عائلتي لازم أعرف أنه الإجراءات اللي بعملها وجاري بالتزام فيها وجاري بالتزام ممكن كلنا عام نشغل ضم سياسة تطبيق لا للهلع الاستهتاري ولا للأتفلت والاستلشاء كمان السؤال الأخير حضرتك أعلنت عن حجز 50 ألف علبة أو حبة دواء اللي يعالج مرض المالاريا بدأتوا تستعملوا وهل فعلا هيدا الدواء أثبت قدرتوا على معالجة الكورونا حقيقة أنا أصمم أصمم نحن من أول ما أعلن عن وباء كورونا وبناء لدراسات سابقة مطلعة عليها وهي مناطي الكثمان بالسارس في 2002 عمل دراسات على الإدروكسي كلوروكين اللي هو بنعالج فيه الملاريا ونعالج فيه بعض الأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل المناعي واللي بيّن فعاليته ضد السارس وهلأ على الكورونا اللي هو الكوفيد 19 تبين أنه فعال فقمت مباشرة بحجز أربع تلاف قطع الدواء أربع تلاف علب الدواء يعني خمسين حبة خمسين ألف حبة لا بالأول أربع تلاف أربع تلاف علب الدواء عند الوكيل لصالح وزارة الصحة واللي صاروا هني بمستودعاتنا لاحقا وقتا أعلن عن التجربة الفرنسية والأبحاث الفرنسية لبروفيسور رأول ونطرنا إلى حين إعلان البارحة وزارة الصحة الفرنسية عن اعتماد هذا البروتوكول منضم البروتوكوليات المعتملة من الWHO وبعض المرجعيات للصحة العالمية توجهنا عبر الوزير السفير الفرنسي إلى شركة سانوفي يتقدمونا بدونيشن جانا جواب إيجابي اليوم مضينا على البارحة مضينا 45 ألف علبة الدواء إذن المجموع هو 50 ألف علبة الدواء مش حبة لأنه بالعلبة بيحتاج فيه 30 حبة وتكفي الشخص المريض لعشرتي مع الدواء الثاني هو الأزيترمايسن الأزيترمايسن عندنا 14 وكيل في لبنان 12 معمل محلي بيصنعوه وعندنا مستوردين اتنين بيجيبوه مبارا بدأتوا تستعملون على المرضى كلهم تقدموه مشكورين كل الشركات التصنيع والوكلة وبنفس الوقت بلشنا تطبيق البروتوكول تحت إشراف الطبيب المختص وموافقة أهالي المصاب لأنه هذا اعتمد ولكن بده توسيق بعد أكتر بده دراسات أكتر لأنه عنده سايد أفكت بيعمل سايد أفكت مشان هيك مش بالضروري هيقلناها مبارحة الريسية واليوم مرجع عبر شاشتكم أنه مش كل مريض أو شبهة بجريب أو رشح أو بكورونا بروح بياخد أنا هالدواء لأنه 80% لـ 85% من الحالة تشفاء من دواء حالة 5% لـ 10% ممكن يعوزوا تدخل استشفائي وبالتالي نعطيهم دواء تحت إشراف طبيب المختص وموافقة الأحال أنا بدي أتمنى لك أكيد كل السلامة لحضرتك ولكل العالم اليوم كل الدول اللي عم يضرب فيروس كورونا بشكرك كثير على هالمقابلة أهلا وسهلا فيكن أنا بدي أرجع كما أتمنى السلامة للكون ولكل المشاهدين وكل الناس وبيدي أقول لهم نحنا بشراكتنا بتفاهمنا لإمكانياتنا ولقدراتنا بدنا نشتغل من منطلع أن حماية المجتمع هالمرة هي واجب المجتمع ومسؤولية الدعم شكرا لك وشاهدينا شكرا لكم وعلى لقاء